بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في موعد جديد وحلقاتنا مع سيرة العطرة وبرنامج نبي الرحمة في جزئه الثاني وفي حلقته الثالثة نلتقي فيها دائما وأبدا وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ محمد بن مزوز إمام مسجد حي السعادات فضيلة الشيخ أهلا بكم دائما تتمة فضيلة الشيخ لما كان في الحلقة الثانية ونحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورفاقه طبعا توقفنا عند حصن أول في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وتحدثنا في الحصة الماضية أن كانت هناك الكثير من التحالفات تحالفات عربية يهودية عربية عربية وأيضا قريش من جهة أخرى تحاول بناء المزيد من الأحلاف وتستغل فرصة هذه الهدنة لما كان من نتائج صلح الحدبية وأن الأوضاع السياسية الآن أو أوضاع العامة يميزها الحراك السياسي ولكن يطبعها أيضا حراك عسكري وهو ما سوف نتناوله في هذه الحلقة الثالثة ونرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلى خيبر السلام عليكم ورحمة الله وبرك الله فيك يعني عند معاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية يقول بعض المؤرخين أنه بقيع يعني عشرين يوم فقط ماش كما قلنا كين لقى الربعين كين لقى العشرين يوم وفي تلك الفترة أنه جاء قوم يعني من قابلة اسمها عرين جياع ومرضى وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبنا بمرض يعني عظمت فيه بطونهم ودقت سيقانهم قالهم روحوا للإبريتاعي اشربوا من ألبانيها وأبوالها فلما يعني حسوا بالصحة قتلوا الراعي وأخذوا زوجته وسملوا عينيه ومثلوا به فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عشرين من شباب الأنصار قاعدين عنده جهل خبر أنه قد قتل راعي الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل الشباب خلفهم وسأل الله تعالى قال اللهم ضيق عمي عليهم الطريق حتى تكون أضيقة من مسك جمل يعني فهملوا في الطريق قبضوهم الصحة الشباب الأنصار وعادوا بهم ومثلا يعني سملوا أعينهم يعني القصاص وقطعوا أيديهم وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم يعني كما سألت أنت يعني يومياته في هذا العشرين يوم قال أرجو أن أصحاب الحديبية لأن الناس كثرت من الكلام يا كيفاش وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نروحوا الحديبية وندخلوا مكة ونروحوا المكة وكذا وندرنا صلح يعني بالنسبة ليهم ظاهره فاشل قال فقال أرجو أن أصحاب الحديبية يدخلوا أحدهم النار فقالت له زوجته حفصة بلأ لازم يدخلوا النار فنهرها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها يا حفصة هو عليش تقولي كاتبوا القرآن وإمكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضية فالرسول صلى الله عليه وسلم السجية تاعو العريكة الليين العريكة قالها لا لا يا حفصة ها كمل الآية ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثية قالها معنى ها حتى هو تقولي الآية بس احكمليها مش جزء من الآية فقط حتى هو يعد العدى الخيبر وسمع تحركات خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من غطفان هذه قبيلة فيها عشر ألاف مقاتل مجاورة وكانت شاركت في الخندق وهجمت على صرح المدينة في غزو الذات قرد والدول اللي قاح الرسول صلى الله عليه وسلم دهم عيين بن بدر وعيين هذا عنده تاريخ قديم جده هو اللي أوقد حرب داحس الغبراء حذيفة ابن بدر الفزاري ما لقال فالرسول صلى الله عليه وسلم جاتوا وحدة الفكرة أنه يدير والي المدينة من غطفان حوس على مسلم من قبيلة غطفان اسمها سباع بن عرطفة عرفة الغطفان يدير والي استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم إذن غطفان نصها ما يشاركش في الحرب لأنه بن عمهم شهد الحكومة في المدينة ما لو وسر الرسول صلى الله عليه وسلم لقا مجموعة من نسوة منهم هذه ليلة الغفارية لمن بعد زوجة أبي ذر الغفاري رفدها خلفه كي لحاق الخيبر حشمت باش تهبطه كانت عندها ستعاشة نسانة قالها لعلك نفستي لعلك حفتي قالت له نعم حافت أول حيضة وهي خلف الرسول صلى الله وسلم قالها الدين ملحامي دير فيه شوية ملح واغسلي الحقيبة واستعملي كي ولت في الغناء متى خيبرها وما يعطيش للنساء ما شاكوش في الحرب أطالها قلادة لبسها الهبيدو كي كبرت هذه كل المرأة قالت يعني طول عمرها وهي تستعمل الملح في الطهور انتاعها لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلها من القلادة هذيك وبرك لها ربي في أحفادها وأحفاد أحفاد ادفنوها معايا وسر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واحد الشاعر يقول والله لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا صيح بناءتينا وبالصياح عولوا علينا فقال من هذا قالوا هذا عامر بن أكوع عم سلم بن أكوع هذا هو لكان ينجح في السباقات العدو دي ما يدجاء إذا هذا سلم عمو وعمو هذا كان سيف العدو جري العدو الجري قال فلما وصل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قال له عمر الخطب عرف باللي راه هو قال لهم هذا يموت شهيد قال وجبت يا رسول الله أمتعن أبيه لو كان قايا يطول شوية ما لا حتى اللي أقول كي لحقول الخيبر وحطوا الرحالة تعهم وقابلهم حصن ناعم وكما تحدثنا على ذلك العبد الأسود اللي جاء وبدأت الرسول صلى الله عليه وسلم مرض بالشقيقة وعلي بن أبي طالب أصيب بمرض الرمد الرمد وبدأوا اليهود يعني الحصن بدأي قاوم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قدوة نعطي الرأية لرجول يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يفر أعطى الرأية قال لهم قالوا يعني الناس وكل بات الناس ويدكون كما نقول احنا بايت الناس الدك جاية محسب بالظيفة والحال بالفصحة بات الناس ويدكون كلهم يطلوا في ربي إن شاء الله يدي المسؤولية مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم باللي ما يحبوش المسؤولية ولكن كي قال فيها ذي الصيفة يحب الله ويحبه الله ورسوله يعني حبوا تعد فيهم ذي الصيفة وتنافس في فعل الخيرات مباح مطلوب إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كي شاف مشاق خلالهم لقاه كي لحقوا جاعوا في الطريق 161 كيلوماتر ما لقاوش وش ياكلوا ومعدي هشم ريحة اللحم وشاف القدور تفور قالوا ما هذا قالوا له والله طفنا في البحائر تعالى لأنه كي لحقوا الخيبار ما لقاوهاش مدينة لقاوها كثير من القلاع والحصون على رؤوس الجبال وبساتين كثيرة وبساتين ما هيش مدينة وحدة قرى كثيرة وتشكل مدينة ولكن بيناتهم دائرين سراديب ودائرين ديتونيل مع سبه يعقبوا تحت معناها أنفاق كي ينهزم حصن يمشوا تحت ويعقبوا يروحوا للوادي يشربوا يباتوا يظلوا في الحصار ما عندهمش عين داخل الحصار ولكن عندهم دوبولهم يقولوا دوبولة لهذا ويشربوا ويرجعوا ما لقال ويتتسم اليهود يعني بالخيانة حتى جاء واحد معزال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا راني من هذا كالحصنة على القنبص ولكنه كانت ظل شهر ظهر قالوا تموتوا بالجوع وهم متحصنين أن نوريكم من الراهم يروحوا يشربوا في الليل باش تقطع لهم الطريق وتنتهي منهم لأنهم عندهم ثلاث تلول ثلاث محسوب سهول تل الكتيبة والشق والنطات وكل واحدة فيها حصن ناعم حصن أبي حصن القاموز حصن الزبير هو اللي أعرفهم حصن السلالم حصن مرحب حصن الحارث إذن والنزار النزار هذا هو اللي فسأل عن القدور قالوا له والله رانا لقينا الحمير خايبر وذبحنا الفلاحين مخلقين الحمير في البساتين ورانا نطيبوا فيها قالهم أكفئوها معناها لوحوها إقلبور البرم والقدور واكسروها يعنيها مصنوعة من الطين فقالوا أو نغسلوها قالهم أو أغسلوها يعني هذه رحى تدخل في باب التشريع شوف محاسن تشريع يعني هو في غزوة ويشرع وردت الفعل وكيفاه أنه بيش تشوف المقصد الشرعي يعني الصحابة كيف فهموا القصد هل يعني النجاسة أو الشيء المحرم كين طيب ويأثر في المعون والله ما يأثرش في المعون ما لا قالوا أو نغسلوها قالهم أو اغسلوها ما لا قال فلما يعني هذه رحى تفهمك باللي رحى كين أحاديث يعني عندها حلول أخرى غير المنطوقة كين المفهوم فلما أكفأوها طيب سؤال لماذا أكفأوها قالهم ما تأكلوش الحمير طيب يعني حرم يوم خيبر زواج المتعة ولحم الحمر الإنسي هذا ما في نص الحديث اللي قالوا الإمام علي قال فلما يعني جاءوا الصحابة وجاء علي قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيباتوا وقعتين حابين السلطة حابين القيادة قال مدوا يديهم الصباح للراية قالهم ورها جاء بلو علي عينه سيلوا بالماء وداير عليه خرقة من مرط من اسماه القرد المرحل وعليه جب قحافية داير الخملة من برحام رام خطة قال فتفل الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه ما مرضش من الرمد حتى لقي الله قال وغضوا عليهم بسم الله هوا في الطريق شف الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال قفوا فوقف الصحابة فقال لهم ندعو ربي سبحانه وعز وجل اللهم إنا نسألك خير هذه المدينة اللهم يا رب السماوات والأرض وما أضل ورب الأراضين وما أقل ورب الشياطين وما أضل ومن أضل وما أضل اللهم إنا نسألك خير هذه المدينة وخير القرية خير ما فيها ونعوذ بك بشرها وشر فيها أقدموا على الحمد لله بسم الله خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قومي فستاء صباح المنذرين وعطى الإمام الرأي وقال له سر على بركة الله قال له يا رسول الله أنو قاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال قاتلهم هوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من باتوا الليلة حتى نسمعوا لذان هو يعلم أنه مكان لذان في خيبر لولو لكن هي للجيوش كأنه إشارة أنها ستكون هناك فتوحات واتخلط القبائل العربية المسلمة وغير المسلمة ما يهجمش قائد الجيش حتى نسمع لذان حتى قبل ذلك ربما سوف يكون ذلك أيضا في حروب الردة نعم قال فلما وحدث حدث في حروب الردة حدث ذلك نعم عند مالك بن نويرا أكي قال فلما قال ما اسمعش لذان قال له هاك الراية قالوا أن نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قالوا قاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا ماذا يقصد قال أن نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا معنى يدخلوا الإسلام حتى يكونوا مثلنا قالوا قاتلهم لا إن يهدي الله بك رجلا واحد ما تفكروا لا في الغنائم حاب يقول لهم لا في باة تبينوا البطولة تعالع الاربي اليهودي لا ما تفكروا شهي ما هذكاك رحمهم ما بعثوا له قدان واحد باشي قتلوا بعد رايح يدعي فيهم يعني قال لهم اللي يسلم راه كأن لم يفعل شيء ضد الإسلام قال لأن يهدي الله بك رجلنا واحد يا علي خيروا لك مما طلعت عليه الشمس من حمر النعم سير على بركة الله اليهود كانوا يامنوا بمسألة الفعل كي لحق الإمام علي من القوة اللي اعطاه له ربي ذاك العمود اللي فيها الرأية ضرب في الحيط لصقة الرأية في الحيط طلع له يهودي قالوا من أنت قالوا أنا علي قال ابن عام اليهود خلاص خلات عليكم هذا علي لقد عليتم علونا علو علينا فعل ودخل الإمام علي الحصن فعل باب قال يعني جاء يهودي ضرب طار الترسنتاو ارفض الباب الضخم فوابة ضخمة ربعين واحد ما قدرش يهزوها وقيل سبعين ودارها تكهى على الحصن وطلعوا أصحابه وكي لقاها الإمام علي بعد ما انتهى القتال وانتصر المسلمون ونجزوا هذون أصحاب حصن ما لقلوش فيه غنائم كثيرة كم يكون يعني فضيل الشيخ دائما مقاطع كم يكون عمر سيدنا علي في هذه المعركة هو لا يزال شابه أو في العام هذا اللي قبله زاد له الحسن الحسين يعني الإمام علي هاجره من 18 سنة ورنه في السنة السادسة دخلين سنة السابعة 24 عاما فلما يعني يعني دخلوا أبو هريرة قال دخلت المدينة جاي ندور على الرسول صلى الله عليه وسلم نوع قومي من دوس قال كدخلنا لقينا سبع ابن عرفط الغفاري الفزاري يصلي بالناس فالفجر فافتتح بكهف هايا عين صاد ثم صلى بالركعة الثانية بويل المطففين قال فذكرت فلان من قبيلتنا كان يطففين فقلت ويل فلان ثم سألنا عنه فقالوا في خيبر فلاحقناه وبدأت القبائل كسمعته يحارب اليهود مرة وتجي جاءوا قبيلة بني السهم من غفاء من أسلم وجاءوا جياع قالوا يا رسول الله هنا جياع جاء عبد الله بن غفل يا رسول الله ما عدناش فقال اللهم إني أسألك يا رب العالمين ما عندي واله افتح عليهم أعظمها ودكا وخبزا وكان أحد الصحابة يتحدث أنه أخذ معه زوجته حبلة وكي شافها الرسول صلى الله عليه وسلم شاف بطنها وقالوا رهها حبلة قالوا دير لها التمر في الماء ارمثه قالوا أعطيها شربها تشرب رهما يسرى الهوالو فلما ولدت هناك قال أعطالها هي وأعطال الجنينها ثاني من نصيب بالصحل ما بدأوش معهم الغانماء ما أعطالهمش أعطال فقط الأصحاب الحديبية فانتصروا في الحسن الأول اسمه الحسن الأول؟ ناعم حسن ناعم ثم هجموا على حسن القموس يعني وبدأت تتناثر أمامه الحصون في كل حصن له واقع مثل هذا حصن النزار اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت النيبال حتى أصابت نيبالهم ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم كي صابتوا أخذ حفنة من تراب وانسفها شوارا فتدعدع الحصن وساخا في الأرض دخل في الأرض الحصن تاحا قعدهم علقين في السلالهم كما كفز فأعطوا بأيديهم فلما سأل الله تعالى نفتح عليهم الحصون فتح عليهم حصن القموس وأخذت منه السباية ولقاوا منها فمر الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحب الصادقات اللي مكلفوا باهي يجمع الصادقات وقال لهم ردوا بأيكم واحد يدي حاجة بلما تقسم يعني يلقى واحد لا يفد جراب كما نقوله مزبط فيه الدايسين فيه اليهود الفرماج والرسول صلى الله عليه وسلم حطوا الفرماج داع اليهود قدامه كانوا يعرفوا يصنعوا الفرماج السكين وقال بسم الله يعني كم يذبحوا محسوب هما يعني العرب ما يعرفوش ما يعرفوش الفرماج قبل اليوم وكيف فتحوا خيبر رسول صلى الله عليه وسلم كيف فتحوا هذه القموس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان فوقوا حمار عنده خطام من لي فركفوا حصان وجراب الحصان انتعوا ثم وطلعوا السروال حتى احسر عن فخذيه ثوب وطلع يعني أجرى حصانه في زقاقي زقاقي خيبر كم يقولوا زقاقي مالا فلما جابوا السبايا جات يعني في الحصن الثاني منهم صافية مر بهم بلال صافية ومرأخرة والقتل اليهود فصاحت وحدة منهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شيطانة وقالوا يا بلال كيف أنزعت من قلبك الرحمة تعقب بزوج جنساء لا قتل رجالهم قالهم هذه وينها قالوا هذه صافية بنت حيي جاه دحية الكلبي قالوا أنا أسرتها في رواية قال لا دحية الكلبي قالوا أعطيني طفلة قالوا ادي ذيك قالوا الصحابة يا رسول الله هذه رها صافية كان ساكنة في المدينة صافية هذه يهودية جدها البعيد هارون خوبوسة عليه السلام جدها نبي وكان وكانت في المدينة ملت كما نقوله سبع سنين ولا ثبن سنين ولا ولا عشر سنين كيهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيها هو الملك التعبن النظير في المدينة كان يروح مع عمها يسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم كي يجاو قال استقبلتهم هي في النهار اللي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد في قوبة راحوا اليهود يشوفوا فيه نبي والله لا قالت كان بيها وعمها وعمي يشوفوني نجيهم نجري مع أخواتاتي وابنات عمي يرفضوني يناوي يبوسوني قال كي يجي تراف دايدية تحايدوا علي منها ومنها بيها وعمها هم قاعدت يتحثوا على النبي يقول له أهوهو قال والله هو نبي والله قالوا ما رأيك ماذا نفعك قال والله ننؤمن به أبدا نبي من العربة ما تصراش هذه نامنو بيحنا حيه ابن أخطب ملكة يعني عظيم يهود ما هوش ملك ولكن عظيم يهود وأعلم بنته وهي صغيرة سمعت الخبر هذا وكي أجلى الرسل صلى الله عليه وسلم بني النظير وأجلى معهم خمسين ولا ستين من العرب خطة كانت المرأة من الأنصار كي دات يموتوا لها الأطفال وش تدير عندهم واحدة العادة تسميها أيهودي يعيش محسوب في ظنهم في ظنهم هي خرافة بقى وخرافة هذا محسوب واحد من العرب اختطفته الجن بكريس ما خرافة وعاش عد الجن ولا يتحدث يقول صرار ذيك يجيهم ما تهداش في العقل يجيهم حوجة عجيبة عاد يقولوا هذا حديث خرافة منها أخو إذا هذا المصطلح مش فعلها خرافة أيهو حديث لواحد إنسان وخطفه الجن اسمه خرافة ولا يجيب العجائب ولا يقول له حديث خرافة فالنهار نخرج بالنظير راح تمعهم خمسين عربي وهلهم قالوا والله ما تورثون ولا تدخلوا الإسلام ولا ما تعرفون إيش فأنزل الله تعالى قولها ولا أكرهها في الدين وراحت صافية مع أبويها كي لحك ثم خطبها ملك يعني صاحب حصن اسمه كنانة بن الربيع بن أبي الحقير زوجها هي في سبوع في سبوع هلول إراك ده في حزر الله في حزر رازله أو كي قالوا الصحابة الرسول صافية بن الملك تزوجها وهذا دحية الكلبي كان جميل كان جبريل ينزل في صورة هو من قبائل الشام من بني كلب من نفس القبيلة زيد بن حارثة قالوا لكن أعطي لها أعطالوا سبع رؤوس في بعض الروايات وتزوج بها الرسول صالح تركها حتى حلت وحاضت واستبرأت قال لها ما هذه الخضرة في عينك راه عينك قالت خضرة ابني راجلي كيف قال لها قالت كان راسي في حجره وشفت منامة ونراك ده قمر خرج من المدينة ووقع في حجري فأخبرته اليهود يعرفوا تعبر الرؤى هي يوسف الصديق منهم صاحب الرؤى أبي اللي عبر له الرؤى منهم والله لا هو أبي اليهود فقال له يعني يعني قال لها راك حاب قلبك هفى لملك يثرب يعني الرسول الملك العرب بالحجاز ملك الجديد قال فصفع أطح صفع فاخضرت عينها وفعلا خرج كلامه صحيح حتى هو كافر يعني الإنسان لازم يستعطرف بالحق تعبير وجه صحيح فتزوجها الرسول صلى الله وسلم وكالراوي رأيته يحوي لها خلفه والحوية هي الكسانة اللي تدار فوق جمل دار الهذف يعني هذا الكرسي نعم ثم ساروا للحسن الثاني كنا جاء عزال هذا فأخبره بلهم يخرجوا في الليل يشربوا أغلق عليهم الله الحسن الثاني اسم الحسن الثاني هذا القاموس القاموس قال فلما يعني هذا هو اللي يلقوا فيه صفية وبعدها لحقوا الحسن يعني يلقى واحد يجبد في هذك الزراب فيه الشحم وفيه الفرماج والهودك وعبد الله بن مغفل شد وصاحب الغنائم شد قلوا أطلق لهذا نديه نجمعه ما بقيت الغنائم قالوا والله ما تديه اختلفوا فيه اجتهاد في الله هو كي قال للرسول والسلام الغنائم لازمها تتقسم وقال بللي حرام على أي واحد يدي حاجة قبل أن تقسم ويدخل النار على حاجة البسيطة هما يظنوها على الماكلة الأخر فهمها واجتهاد في حياة الرسول بالله بللي ما دام هاي حاجة تعمل ما عليها الأخر فهمها قالوا الرسول والسلام ويبتسم قالوا أتركه ويلك خليه رمية بشر قال فأتركه قال قال اعتقنا منه وقال وحرم الصحابة يا رسول الله ادعينا ربي لهذا الحصن ما 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 مقدرناش ملا يا سيدي قال حجموا للحصن هذا القاموس سكروا لهم الماء قاوموا ملا فانتصر المسلمون ولكنه كانت عندهم فكرة واحدة كأنهم هالرياضة والله قال فكانوا ينقزون يعني كما قلوه هنا بالعربية ينقزوا درجة قفز الضباء نقزوا من الجدران وراحوا للحصن الأخر اللي بعدها ملا كي راحوا للحصن أوبي هم الرسول صلى الله وآله أن ينصب عليهم المنجانيق وخرج ليهم لقاهم حصنين في واحدة القلعة اسمها سموان ملا كي قدم عليهم الرسول صلى الله يعني خرج واحد اسمها عزول فبرز إليه أبو دجانة وقيل محمد بن مسلم في الحصن الأول مات واحد من الصحابة اسمها محمود بن مسلم أخو محمد بن مسلم ألقى عليه رجل يهودي طحن فقتله كان في كل مرة هذا محمد يقول للرسول يحب يطلب منه معناها المبارزة لأنني يقول أنا المحروب أنا اللي قلبي يحرك على أخو يقتله وسار الرسول صلى الله وسلم حتى وصل إلى في كل مرة رهم ينتصر حتى الله حقوق الحصني ابن أبي الحقيق وحصن مرحب فخرج مرحب وهو يقول أنا مرحب هذا سيفي من يصبه من يذقه يعطب جريء مجرب فبرز إليه الإمام علي وقال قد علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة وهو حيدر محسوب الأسد لأن إذاعة الجزائر من الجلفة إشهار آي 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 وأشغل بك رمضان لكوستيباسيون ولي غاز دارو فيها حالة تربت كلش حاجة ما نفعت ومع السيام ما نقدر نشربوه ولش ما تعرفش الاكتوفيبر الاكتوفيبر إيها الاكتوفيبر تشرب إنسول دوز جزء بعد ما تكسر السيام مع كس كبير تعلماء ما تأملش عقلك إن حيلك تتسويت لكوستيباسيون وتتنم لغاز نهار كامل وهذا وين ألقاه لاكتوفيبر تلقاه غير في الفرماسي لاكتوفيبر دربة دربة أحلى الأوقات في رمضان مع برامج إذاعة الجلفة أمو فاطمة بنت أسد وأسد هذا أخو عبد المطلب ما لا قال يعني هاشم أنجب عبد المطلب وأنجب نظلة وأنجب أسد أسد نعم ما لا أسد قال عبد المطلب حاب يزوج ابنه أبا طالب قاله اسمه عبد المناف قال عبد المناف قال طالب وبرد أخوه فاطمة والرسولة الله عليه وسلم فاطمة هذه قال يعني هبط في الكبرها كماتت حقها ربته بعد أمو وثاني مرأة أسلمت بعد خديشة من عماته يعني من تعمل لا أنا مش عماته فاطمة بنت أسد أم علي هاو تربى الرسول وسلم في دار عبد المناف ما رتعمه ما رتعمه هو بنت عمبي بنت عمبي قال قال اللهم ربي ورب الأنبياء قبل هذه فاطمة بنت أسد كانت أمي بعد أمي قالوا وكرم معنى هطلب ربي يكرم وفادتها وكذا يعني هذه ضمت القبر لم المفروض تدها هي في بعض الروايات أنها دهار رسول صلى الله عليه وسلم نجت منه وهي مرأة فاضلة كي زاد علي أبويها اسمها أسد وأبو طالب كان غائب ما لا سمت منها أسد أنا أبويها كي جي سمها علي لأن الجد قريش الأول اسمها علي ضربوا علي يوم بدر ضربة خشعت لضربتها كل نزاري قال أنا الذي سمتني أم حيدرة ما قال ما قالش سمتني أبو طالب أنا الذي سمتني أم حيدرة أضربوا بالسيف رؤوس الكفرة فاختلف ضربتين فضربه عليه ابن أبي طالب ففلق رأسه هذا كان بطل كبير مرحب فخرج أخوها أبو ياسر ابن أخطب ابو ياسر ابن أخطب ابن الحارث ابن الحارث وهذه خوتهم هذهم في زوج هي اللي ختهم زينب بنت الحارث الله وسلم في الشات في كتف الشات في دار أو دار الشات نعم فلما لن هي دارت فيها كامل وكنت أكثرت في الشات في لف الكتف سألت سألت وكان زوجي سلام ابن مشكم كان ملك الحصن تعباني النظير في وفي في المدينة يعني كانت هي من ساكنة المدينة معناها هلفد حقد كبير على الرأس صلى الله وسلم أخرجهم من المدينة وقتل زوجها وأخاها أخويها وأباها قال فلما يعني خرج ياسر خوها خوزينة بنت الحارث برزا إليه الزبير فقالت صفي يعني النساء كانوا حاضرين في المعرك عمته رسول الله صلى الله وسلم يا رسول الله يقتلوا ابني قال بل ابنك يقتله فقتله الزبير وكان هذا ياسر فارس كبير وكان العربي يعني مشهور فيهم الزبير من العوام نعم حتى ياسر هذا اليهودي كان يعني من الأبطال المعروفين أشاوس يعني قتله كان فل في عضو اليهود يعني خارط القوان تعه حتى أخوه أخطب يعني الذي قتله هذاك حيي بن أخطب وياسر بن أخطب هذه عائلة أخطب وحدها وهذه عائلة الحارس يستدموا بنفس الأسماء قال فلا سقط هذا الحسم بقي حصنا واجتمعت فيه ما كل اليهود من فرم اليهود ومن لحق حصني بني الحقايق حاصرهم الرسول صلى الله وسلم ما لحاولوا الحرب فالرسول صلى الله وسلم حاصرهم 16 يوم وبن المنجنيق وبنحب يضربهم بالمنجنيق خافوا ونزل عليهم الخوف قالوا له نوادعك ونسالمك ونصالحك وبالصح على الشرط أنك تخلينا نروحوا هاو كي يولى الحكم الإسلامي يخليهم نروحوا ما يقتلهمش بسرح مني كان حكم التوراة في بني قريضة هاو التوراة في الإسحاح في السفر التذنية الآية 11-12-13-14 تقول باللي إذا يعني موسى يقول إذا كان عليه السلام إذا حاصرت عدوا وأراد قتالك يعني ثم استسلم هذا العدو أراد قتال ثم استسلم عليك أن تقتل الرجال وتسبيل النساء والأطفال هذه فعلها الرسول بكتابه إما كان شريعة اليهود طبق عليه نعم ولكن كاعة شريعة الإسلام قالوا له نحو بتونس تسلم وقاله ما عليش فإن جناحوا الاستلمي فاجناح لها مرحبا ولكن واعلام المصالح أنكم ما لازم لسي أن يكون مخبيين ذهب والله دراهم والله دراهم هي فضية مش دراهم إنها كاقط ما كان من من النقدين فضة فهو نقول له دراهم الفضية والدينار الذهبي وكان في ذلك الوقت مزال كأن الدينار الفارسي والدينار مع الدولة مزال ما تجد رحمها الخاصة بها مزال حتى العصر الدولة الأموية عصر عبد الملك بن مروان في عصر عبد الملك نبي عاز من عمر بن عبد عمار بن عبد عزيز هو الذي استقلالية الاقتصادية تفطنا إلى أنه ربما يكون خطر صح اقتصادي مالي أي اليهود خلوا دينار الروماني دينار الفارسي هما قالوا له وعطينا قالهم اللبسة ما تدوالوا قالوا ندوه لفوق ظهر الإنسان وندوه من الماكلة ما يحمله بعير أسلح باش نحمور راحنا ونروحوا لكشام وافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله قالوا له خلاص وبرئت منا ذمة الله وذمة رسوله بمعنى معنى هلو نلقاكم بعد ما تستسلم نلقاكم خبيين كنا لكم ما تخبع لنا حتى ذهب حتى أموال حتى إلا يلقاكم خبيين حجر يعني إنذار يعني هيراكم تولوا سابعية وتولوا أسرى كأنكم انهزمتم في الحرب قالوا له موافقين فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم اجهزوا رحوا وقال الكنانة ابن الرابع هو اللي كان خلى عنده حيي ابن أخطب كنز اليهود قلوا في جلد الجلد يكون فيه ذهب ويكون كمير قلوا مسك مسك قالوا له ورها أين الكنز قالوا أنفقناها في الحرب عليك من كنا حاربوا فيك ونقلبوا في العروش والقبائل عليك رانا كنا نرش فيه قال لهم ذكرها الخندق ماذا لو وش مرة والعهد قريب والمال كثير جاء واحد من اليهود أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تعطيني يعني يوليداتي وأموالي ونخبرك ورني قالوا واني شفت هنا نابر الربي في هذا المكان الخريب يدفن في كنز حوصوا لي لقوا نصف الكنز قالوا انت يا رئيس اليهود رأك مستثنى من قاعدة الصفحة العام العفو العام ثم بقي اليهود روحوا انت يا أبقى هنا ورين مويننا قالهم من ورهي لكمش فأعطاه للزبيل يعذبوه وهنا الإمام ملك يعني أجاز معناها للحاكم عفو المتهم أنه يعذبه شيء ولا يخوفه بس يدي منه الحقيقة نعم نعم لم يعترف وكان يوقض عليه حتى كاد يشرف على نفسه قال له محمد بن مسلمان هذا محمد بن مسلمان اللي فيه رواية ثانية يقاله أنه هو الذي قتل مرحب اليهودي ويقال أن عامر 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 بن سلم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ما اتعنا به ضرب روحه بالسيف وكان يقاتل مرحب هذا فمات فقال الناس هلك وظل عمله لماذا لأنها قبلها في المعركة جاء واحد للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كون شفت فلان فلاني قتلت ثمانية من اليهود وبطل قالوا هو في النار قالوا يا رسول الله راجل حار وقالوا هو في النار كي يرجع ليه قالوا رح قالك الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الجنة كي يتجرح السيد وأدخنته الجراحة قلب سيفه وطلق روح عليه سويسيدة انتحر ها فلما انتحر نادى بلال انقالبت ها قال أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ما إله من قال لا إله إله كما هذا قزمان اللي كنا في معركة أحد كان يحارب وقالهم وماذا كي يراني نحارب على أحساب قومي ما نحساب حارب على الإسلام ومن مية تمسام هو أحد اسمه القصير قالوا له يا خيرك كونت كافر قالهم اسلمت اليوم وجيت لا ما تحارب قالهم حارب في سبيل الله ما نحارب الأغا هذا كدخل الجنة وما قتل حتى واحد وذا كدخل ثمانية ودخل النار ما لو لو صحابة يتحسوا بطعمله جاي يبكي هذا بخو قالوا رحمه يقول على عمه قالوا من قالوا أصحابه قال كذبوا كذبوا هنا قال بمعنى أخطأوا أخطأوا وليس نعم قالوا يدخل للجنة مدام مقاتل في سبيل الله فهو في الجنة فعاد ثارحا ملا هذا محمد بن مسلم وقال هو الذي قتل مرحب في خبر يطول وبيناتهم شجرة وبدأ كل واحد ينحطرف من الشجرة حتى مقات قدام كالإنسان الواقف ثم قتله محمد بن مسلم والرواية الأخرى تقول عليه وهو يعني الرواية اللي ترجح تقول بلي أعطاله الرسول صلى الله عليه وسلم كينان بن ربيع قال أعطوه لمحمد بن مسلم هو من يدخوه يقتله بأخيه محمد بن مسلم اللي يقتله اليهود فقتله بأخيه قعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من خايبر في خيمة بودم فجاءته امرأة من اليهود قالت له أنا نحب نهدي لك أي سقصات قالوا الهراء هو ما يقبلش الصدقة يأكل الهدية يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ويحب يحب الزراع وكان يحب الزراع فأكثرت له من السنفد كان اليهود كما همش كي العرب اليهود يأكلوا المعز ظنهم كانوا فايقين مسألة الكوليستر في ذاك الوقت والعرب كانوا يأكلوا الضأن وربي قال على الكبش وفدينا وبذبحين عظيمة الكبش فأحضرت له تلك الشات يعني من هذه المرة ما اسمها زينب بنت الحارث مرت سلام بن مشكم اللي أخوها اسمه مرحب أخوها اسمه ياسر قتل أبوها في حث صاحب حثن الحارث هو اقتل واحد من الصحابة في بداية المعركة هذا الحارث أولاده كانوا من الأبطال اليهود واحد قتله زبير واحد قتله علي والزبير بن صافية عامة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاد زينب هذه يعني زوجها ميت وبيها وخوتها فكأنها أرادت أن تهدي يعني في عرس بنت عمها يعني صافية تهدي معناها شات كأنهم ولو نساب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ثم من قلبة الحالة كانوا في حرب ولو نسابه قالوا له عاملنا على خيبر رانا احنا بعد ما هبطوا وتفاهموا باللي يروحوا والجلاء قالوا له علش نروحوا هنتم ما تعرفوش الأرض انتم ما العربك والسكان بادية وكذا وحنا رأينا عرفوا لهذا الفائل الخضرة والفلاحة والفلاحة نعرفولها عاملونا على النص نحن أعمروا لها قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا ماتا رحلوا ما هو له وقعدوا 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 ساكنين في ديارهم من قلبة الحالة فقط الوضعية كانوا ملاك وقعدوا خمامسة ذي معسوا بفهمة اليهود اللي يقولوا الناس اللي يبدوا يخوفوا في نعادكم اليهود هم خاخ ويهود راهم قاخ كم شاء وحاكموا العالم راح التاريخ يقول يخربون نبيوتهم بأيديهم ويقول راهم كانوا سادة ولا وخمامسة وما بهم حب دينهم ما ولوقع بهم كره الإسلام دينهم ما يطبقوهم واحد ها هو واحد خانهم قالهم راهم يخرجوا من ذاك الحصن واحد خانهم والرهم ورهم يخبوا الكنز وهذا عزال وكان يعني هذا كاللي هم به يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا التصرف هذا التصرف فضيلة شيخ ليس جديد على اليهود اليهود منذ رسالة الأولى لما كان سيدنا موسى بين ظهرانهم كانت فيهم الخيانة وكانت فيهم بيعة وكانت فيهم بارك الله فيك ما لقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كي قالهم خلاص هراكم بنص وأي شطر كي طيب الفاكهة تحبوا تشدوها أحكمهم ودار عليهم عبد الله بن رواح وبعد عام بعد ما يرجعوا وديروا عمرة القضية وتصرى معركة مؤتة يقتل هو في مؤتة دار عليهم جبار بن صخر قالهم جيبوا لي اثنين يعرفوا الأرض لقاوا أرض في جبال وأرض في سهل وأرض فيها الماء وأرض ما فيهاش الماء والناس من أهل بادي يعرفوا شيء قسموا الأراضي قالهم كيش واحد يعرف قالوا جبار بن صخر الأنصاري وعبد الله بن رواح قالهم قسموا الأراضي على أهل الحديبية حتى قالوا والله الحق جعفر بن أبي طالب من الحبشار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن أمي الضمري قال له روح تجيب لي لأن النجاشي يعني هذا لقب الملك اللي يحكم أصحام بن أبزر وقيل اللي يجا بعده النجاشي كان يعني كان أسير في أرض العرب باعوه بن عم وين باعوه في قبيلة بني ضامرة بني ضامرة بن بني كينانا وقريش من بني كينانا وهذا الواد بواد بدر كان تابع لبني كينانا يعني لما انتصر المسلمون في بدر اللاجئون في الحبشاء قال لهم عيط لهم النجاشي قال لهم لقد جاءني عين لجسوس في أرضكم وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي المشركين في واد يقال له بدر كثير الأراك شجر الأراك كنت أرعى فيه الإيبلال سيدي من بني ضامرة ملكي عاد عدوا علاقة بقبيلة بني ضامرة وداروا فيه الخير وكان عبد عندهم ملك من إفريقيا كان عبد عد قبيلة عربية ولا ملك عاد يبعث له الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من بني ضامرة اللي كان عنه ذنباش لأنها كانت العلاقات الرسول صلى الله عليه وسلم مجدرش هوية وهمية وبلا تأسيس وبلا حكاية وبلا ربط هاهم بنوا غطفان دار لهم بنعم هم والي لدي يقول لهم علامة هاجموش محمد صلى الله عليه وسلم مجدار لكم الإسلام دار بنعمنا والي علي خليفة وسط خليفة وهم غطفة من هاجموش المدينة خلفه من هاجموه هو فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي اسمع جاي جعفر في سفينتين وقال والله لا أدري بأيه ما أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر قال فجابت له هذه الشات واستحرات قالت يعني وكان نقول له صادقة ما يكلش لو كان ما ديرش في الذراع ما يكلش وكان عنده بشر بن البراء بن المعروف بشر بن البراء سيد قوم قبل الحديث عن هذه القصعة وما فيها مشات وما فيها من يعني يقال كراع ويقال ذراع نتوقف عنده جعفر هذا الذي الآن هو يعود من الحبشة ومستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه ربما أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقاتا أي شيء كذلك يعني هم كيرحوا لعمرة القضاء وكي عادوا خارجين جاءت بنت حمزة حمزة كان نستشهد في أحد ومزالوا هلها ساكنين في المدينة في مكة جاءت تجري بعد ما كملوا عمرت القضاء يا عماه يا عماه فالتقطها جعفر قال بنت عمي وخالتها عندي أسماء بنت عميس نعم وقال علي ابنة عمي أنا أولى بها فاطمة ابنة عمها عندي وقال زيد بن حارثة ابنة أخي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكي آخة بين المهاجر والأنصار قال حمزة خوه زيد ابن حارثة فقال له أما أنت يا زيد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنت يا زيد فأنت مولانا وأخونا أخونا ومولانا وانت يا علي أنت مني وأنا منك وانت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي مالا جعفر وقف وبدأ رفع كراء وحبط كراء وبدأ ينقص حول الرسول صلى الله عليه وسلم هذي يقولوا حاجة له قالوا ماذا تصنع قالوا هذيراني جبت الرقصة جبتها من الحبشة كما احنا يقولون نقز الله كراء يا يوركس قالوا سب هذي الرقصة ميش مجديد أنت بلادنا عن فورتي هذي مستورد من أفريقيا من أفريقيا من عدنا من بلادنا رقصها في لازي في آسيا قالوا إذا صنع أحدهم لأحد معروف قالوا يدير له هذا تواجده قالوا محسوب هذه أول مرة وحاة طيح في الحال قال تواجد هذا الوجد الوجد المأخوذها من الوجد المهم نعود إلى قصة القصعة 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 نعم هذا بشر بن مبارا الرسول صلى الله عليه وسلم كي جاء المدينة قالوا قالوا من سيدكم قالوا قيس بن الخطيم وقيس هذا كان يعني على أنه بخيل قالوا هل ترك أبو قيس بن الأسلت قالوا وهل بقي هل ترك البخل قالهم بخل رحى حاجة عظيمة قالهم بل سيدكم في روى عمر بن الجموح وفي سيدكم الأبيض القطط الشطط الجميل بشر بن البراء بشر بن البراء لأبن ته اسمه البراء بن بعرور ربي وفق أنه صلى للكعباء واحد الثلاثة شهر والرابعة قبل لا يحول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعباء القبلة كانت بيت المقدس كان هو يصل للكعباء قالهم قدش خلي الكعباء ورأيهم وصل لبيت المقدس اجتهاد من الله إذا شوف ذيك العائلة كيف أختارها ربي للشهادة واختارها في أحلى كالظروف تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني رجل كريم كي حطت الشات قالها ما هذه قال له هدية إذا يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم كله من الذراع وكله هو محسوب من وسط الشات هذا بشر بن البراء ما ألف باللحوم يعني هو ثري وذكائه ولكن ما حشم قدامه يدفلها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يرميها الرسول صلى الله عليه وسلم أمذغ في هذه الرواية يقول أساغه في الرواية ما يقول لش أساغه يقول سرطه كما يقول احنا بالدرجة سرط ابتلع عظالي وهو يقول قال فأساغه أيضا ماه ماهش الرسول يسرطها وانت ما تسرطها ثم قال رفعوا أيديكم فإن هذا الذراع يحدث لي أنه مسمون نبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي الرحمة في الرواية الأخرى يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلع الريق فقط ومن بعد قال يرفعوا أيديكم الذراع يقول لي بلي رحمة اسمون جيبوا لي هذا المرأة قال هل ماذا صنعتي أو وضعتي ثم في طعامك قالت له نعم قالت له من أخبرك قالها أخبرني هذا الذراع وعلى تعملي هك قالت له اقتلت زوجي وآبي وخارتي ورجالنا كانك ملك وراك ماكش نبي بتكذب هنا دهنه منك وإن كنت نبي ستخبر بذلك سينجيك من أرثلك قال في تقريب كثير من رواية قال عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الرجل اللي بلع ما قدرش ينوض حتى نهزوه والسودة ولا كيما الطيلة صان واحد الكتان يديرها اليهود هنا سوداء فيها خطوط ثلثة أيام الله ربع حتى مات قال فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في رواية وفي رواية وأنه عفى عنها طول ما لقل يعني مسألة بقرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما في الهات انتها ويبان السواد انتها هذاك السم يعني أنس ابن المالك حتى في العام اللي كان يموت فيه دخلت عليه أم بشر بنت البراء بن المعرور خط بشر بن البراء سميه بنها على أخوها سميه أم بشر ويخط بشر فقال تعوده في براضه فقال يا أم بشر ما زلت أجد يعني نقى ألم أعدادا من الأكل التي أكلت مع أخيك في خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري الأبهر هو وعلى الأرج يكون في الجسم الإنسان يقولون أنه إذا انقطع يموت لإنسان هذه الرواية ترشعها طبيعة الشيخ المؤرخون وكتاب يعني السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكر ذلك في الحلقات القادمة عندما نصل إلى وفاته صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الألم يعني عودته ألم السم حتى تكتب لنبينا صلى الله عليه وسلم الشهادة مع النبوة مع الرسالة وجهة نظر إن يقول والله يعصمكم من الناس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤثر فيه لا سحر ولا غير ولا سم ولا غير يعني هذه ترد يربها طرب معناها تقول بالليم متشر الرسول صلى الله عليه وسلم مقتول ولكن عدد كثير من الأنبياء ما سو قتله إذن وخرج الرسول والسلام من خيبر وريكل أمورها وعطل الغنائم القسم الأراضي على أصحاب الحديبية وشد جزء كبير تغير المفهوم كنا نتحدث عن أصحاب بدر الآن أصبحنا نتحدث عن أصحاب الحديبية لماذا يعني حضروا بيعة الرضوان نعم نعم أمنوا بشيء غيبي وكان الفتح وانتشر الإسلام بعد الحديبية هوا عامين يعني ولوا في عصر الأفلال وقالوا أكبر قوة في الهجاز كانت هناك بعض النقاط سجلتها فضل الشيخ وأنت تتحدث عن غزوة خيبر قلت أنه ربما في هاته الغزوة في المسير في فتح هاته القلاع والحصون كان تحريم لحم الحمير يعني دواب وأيضا تحريم زواج المتعة حدثنا عن قصة تحريم لحم الحمير ولكن لم تحدثنا عن تحريم زواج المتعة هل كانت هناك قصة معينة حرمة من خلالها زواج المتعة لم تكن هناك قصة معينة هذا حديث وقع مع الإمام علي يعني اسمع الإمام علي في بلير عبد الله بن عباس يجيز زواج المتعة فاستدعاه قالوا عليه تجيز زواج المتعة قالوا راهو الرسول صلى الله عليه وسلم أجهز زواج المتعة قالوا لا لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحريم لحم الحمر الأنسية وزواج المتعة زمنا خيبر وذلك معناها أن تكون لك واقع عم عينها وإنما مر على في خيبر قال من لا يأخذ أحدكم شيئا جملا أو حصانا من الغنائم حتى إذا أعجفها يعني صارت نحيفة ردها فيه ولا يأخذ ثوبا حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره يعني إذا كان دا جارية بحملها يعني لا يقع عليها ومر بجارية يعني حبلة فقال ما هذا قال لعل صاحبها يقع عليها قالوا نعم قالها ممت أن ألعنه يعني وراهم آداب بعد تشريعات فقط إنما نحن فضل الشيخ ننظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم إنما نحن ننظر إلى المثل العليا التي يعطيها لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تحدثتنا في بداية الحديث أنه سأل عن علي بن بطلب وأنا سألتك عن سنه لأنني ادخرت هذا السؤال إلى نهاية هذا البرنامج أو هذه الحصة الحلقة أنه سيدنا علي رابع الخلفاء كان عمره أنذاك 24 سنة 24 سنة شباب اليوم رسالة أن هذا الشاب في السن الرابعة والعشرين يعني يكلفه النبي برفع الرأي ويعني يعني يبارك له هذه الغزوة ويكون يعني محل ثقة في موقف عظيم كهذا يعني أولى غزوة النبي مع أناس خارج يعني خارج الله صح بارك الله فيك يعني تحليل ما شاء الله نوصله الشباب يعني في موضوع الشباب ولا في موضوع السيرة موضوع الشباب يعني ربع وعشرين سنة يعني في تقريبا كثير من الصحاب مثل محمد بن مسلمة كان شابا يعني أيضا هذا كان وكان اسمه زبير اللي يقتل هذا الفارس كان شابا نعم من أنتاج الإمام علي وكانه يعني كثير من الشباب ما كانش فقط يعني الإمام علي وكان هو كان ربما سيد شباب نعم يعني كي قال يعني أخ الرسول صلى الله عليه وسلم والزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة أو أب الحسن والحسين يعني وأحد العسرة المباشرة بالجنة وهذه الدهب بتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول للشباب يعني شباب 24-25 سنة حتى 26 سنة يعني شباب تجده دائما بدون رسالة تجده بدون مهمة تجده بدون يعني فكر نقول حب الرسول صلى الله وسلم إلى حقهم الأماكن أكيما هاك أكيد هذا يجد فيه بلاست الرسول صلى الله وسلم وكعده دا يقتل تداه من نفسه ليلة الهجرة نعم نعم فضيل الشيخ يعني ربما في الحلقة القادمة سنواصل دخول بصفية وقدوم جعفر دائما نازلنا في آراض اليهود نازلنا في خيبار ثم نصل إلى وادم القرى وفدك ثم رجوع الرسول صلى الله وسلم ووصول الخبر إلى مكة والحجز بن عيلات السلامي كيف نقل لهم الخبر إلى مكة الكاذب نعم كاذب ثم كيف خرج الرسول صلى الله وسلم إلى عمرات القضاء نعم هذه هي عناصر مشوقة بعدها مؤتة ومعدها فتح مكة عناصر مشوقة ندعو المستمعين لا فاضل إلى انتظارنا إلى الحلقة القادمة فضيلة الشيخ الإمام الأستاذ محمد بن مزوز شكرا جزيلا لكم على كل شيء